مرحبا بكم أصدقائي مع ترجمة إعلان مسلسل الأسيرة وفي بداية الإعلان كما شاهدنا كان أرهن يتحدث مع عفيفة بهدوء وقال لها إذا كنت تفعلين هذا فهناك شيء تعرفينه إذن وقالت له عفيفة لا تدع يذهب قال لها أرهن علي يريد الذهاب أمي يجب أن نعطيه فرصة وبعد ذلك شاهدنا علي سوف يأتي إلى غرفة عفيفة وهي حزينة ويقول لها أنا ذاهب إلى اللقاء يجدتي وعفيفة سوف تحزن كثيرا ولكن في النهاية سوف تتقبل الموضوع وسوف تحتضنه وتودعه وبعد ذلك شاهدنا الجميع كان يراقب من بعيد وكانت كذلك نرشاه وكان أرهن يهديه ساعة أباه وقال له هذه الساعة ستبقى رابط بيننا نحن الاثنين كان الجميع يودع علي واحتضنه وكانت كذلك نرشاه متواجدة وكانت تذكي وكانت نهاية علي بهذه الطريقة المهم كان هذا هو الإعلان ونتمنى لعلي الشفاء العاجل بالعملية وكذلك كان ممثل رائع في هذه القصة وشكرا لكم